هل يدود المسح على الجوارب؟ وما هي الخلوط التي يجب أن تتوفر فيها؟ نعم، يدود المسح على الجوارب بشرط أن تكون ساكرة بمعنى أن تكون ضافية على الكعبين وما تحتهما وأن تكون صفيقة يعني كثيفة غير شفافة وغير مخرقة خروقا كبيرة بل تكون ساكرة لما وراءها وفي هذه الحالة يدود له المسح عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجواربين والنعلين وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله نعم، جزيكم الله خير